خلونا نبتدي حلقتنا النهاردة ونتكلم عن المباراة المهمة زي ما قلت لحضراتكم مباراة الاهلي أمام التراجي اللي هتقام يوم السبت القادم في ملعب رادس بحضور 27 ألف متفرج من جماهير التراجي مباراة هتكون مهمة جدا مباراة صعبة النادي الاهلي للمرة الخمسة على التوالي في رقم غير مسبوء بيلعب نهاية دوري أبطال أفريقيا كابتن محمود الخطيب بإذن الله بكرة هيكون مع فريق النادي الاهلي وهترأس بعثة فريق النادي الاهلي مباراة مهمة جدا تواجد الكابتن محمود الخطيب مهم جدا مع لعبة النادي الاهلي وعارفين كابتن محمود الخطيب لما بيكون متواجد مع الفرقة بيكون في دعم ومساندة كبيرة زي ما احنا شايفين الخطيب رئيسا لبعثة الاهلي في تونس يترأس الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس مساء غدا الأربعاء لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدور الأبطال والمحدد له السبت المقبل بملعب حمادي العقربي برادس وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللعبين بكرة الكابتن محمود الخطيب هتواجد مع بعثة النادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم تواجد الكابتن محمود الخطيب في مباراة زي دي مهم جدا الرسالة من بداية ركوب الطيارة والكابتن محمود الخطيب موجود مع اللعيبة أكيد الرسالة وصلت للعيبة مباراة مهمة محتاجة تركيز من هنا من التحرك الأول من القاهرة وإحنا مسفرين محتاجين مش عايز أسمع المقولة أصل ملعب رادس ملعب الأهلي لا دي كرة قدم لازم علشان أكسب وربنا يوفاني لازم أحترم المنافس وهو ده اللي بيعمله النادي الأهلي ولعبتي النادي الأهلي فريق التراجي فريق كبير فريق بطولات فريق لبع كبير في أفريقيا لكن النادي الأهلي بإذن الله بخبرات لعبية وطبعا في البداية بتوفيه ربنا سبحانه وتعالى وخبرات لعبية اللعيبة اللي بتلعب الفاينال الخامس على التوالي لعيبة لها دوافع كبيرة المباراة الأولى هتكون في تونس في رادس أكيد نتمنى إن شاء الله المباراة الأولى تكون فيها نتيجة إيجابية تقدر تساعدنا في مباراة العودة اللي هتكون في السادة القاهرة يوم 25 وهيكون متواجد معانا بإذن الله جمهورنا النهاردة كمان من ضمن التركيز في الصفر والترتيب النهاردة الكابتن خالد بيبو مدير الكرة وأيضا الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي النهاردة هيسفروا علشان كافة الترتيبات الملاعب الإقامة كل الأمور علشان بعثة النادي الأهلي اللي هتسفر بكرة تكون الأمور كلها جاهزة مليون في المية بيبو عدلي في تونس للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي يطير إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم ويأتي صفر الكابتن خالد بيبو لتونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدور الأبطال المحدد له السبت المقبل وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم برأس كابتن محمود الخطيب رئيس النادي لتونس مساء غدا الأربعاء هي دي الترتيبات وهو دا التركيز التركيز بيبتدي إن أنا بجاهز كل الأمور النهاردة كابتن خالد بيبو كابتن سمير عدلي هيسافروا تونس بسلامة الله بكرة بعثة النادي الأهلي مع كابتن محمود الخطيب هيروحوا ويلقوا كل الحجزات في الوتيل ملاعب التدريب كل الأمور جاهزة وتمام اللعبة تروح على التدريب بتاعها هو دا التركيز وإن شاء الله نتمنى توفير ربنا إن إحنا نقدر نعمل نتيجة إيجابية إن إحنا النهاردة مباراة الأهل أمام الترجي مش مباراة من شوط واحد لا إحنا عندنا ماتشين ماتشي أو الفرادس والماتشي التاني يكون في ملعبنا في السادة القاهرة موسيقى